مرة تانية واختيارات النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى تحديدا أو مركز المدرب حراسة المرمى عودة ميشيل يانكم من وجهة نظرك لا يعني مدرب عظيم وإنسان عظيم طبعا علاقتي بيه كويسة جدا وإحنا صحاب يعني فلا هو مدرب كويس وكان ناجح مع الأولاد وأنا كان وجهة نظري أنه طبعا أنه يمشي الفترة بتاعة سوارش دي كانت قرار مش مظبوط ولكن إحنا كده في النادي الأهلي المدرب عايز إيه بنعمله اللي هو عايزه فلكن هو كان من حقه أنه هو يستمر مع الأولاد لأنه كان ناجح معهم وعمل شغله كويس جدا زائد أنه هو في الحتة التجهيز النفسي رائع جدا طبعا أكيد طبعا حراسة المرمى دي أصال لعبة فردية يعني فيها بعض الخصائص إذا كان المدرب مش إيده مش فيها كويس تفخ منه فهو كان واخد باله من الحاجات دي حتى اللي ما بيلعبش كان مش متزمر وفي أريحية في التعامل والولاد كانوا بتكلموا عنه كويس جدا فكان لازم النادي يخبر باله من الحتة دي زائد اللي جاي 35 سنة فيعني عندوش خبرة خالص اللعب قمت وبط قمت وعمل مخزون عدد ساعات شغل إمتى يعني فكان لازم إحنا نبص فيها دي شوية لكن وإن كان ده حصل فالحمد لله وإن ميشيل رجع يعني وحيبق مع الأولاد يعني كابتن ناجي الفترة الأخيرة لمحمد الشناوي تحديدا حصل اللي حضرتك قلت عليه اللي هو الخلل في الزهني التشويش العقلي من كتر المتشاط اللي لعبها فده كان واضح على محمد الشناوي في اتخاذه لبعض القرارات اللي عمره ما كان يتخذها لو التشويش ده صح الكلام اللي أنا بقوله ده ولا لا لا أول محمد الشناوي الحالة مختلفة تفضل محمد الشناوي فضل في منحنة ثابت حوالي خمس سنين أو أربع سنين مظبوط فالطبيعي جدا أن المنحنة ينزل شوي ده طبيعي حتى لو ما عندهش ضغط عصبي أو ذهني أو 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 بس هل الضغط ده زاعد؟ أه جدا بقى ده اللي خلى اللي يحصل إحنا دايما نقول الحرس اللي هو الفرز الأول اللي هو يخطأ أخطاء مختلفة في فترات متبعدة أوكي يعني يخطأ خطأ النهاردة مثلا في قرار بعد شهرين ثلاثة يخطأ خطأ في راكشن أو في أي حاجة تانية فنسبة الأخطاء زادت نتيجة أن الأعباء البدنية والنفسية والزهنية كلها تركمت زادت أنه بقى له خمس مواسم أو أربع مواسم في لفل عالي جدا من الطبيعي خالص أنه يخطأ خطوتين لتحته زادت في حاجة مهمة جدا أهم من كل ده أن حالة الفريق بيتأثر على حالة الحرس يعني برضو العشرة اللي بلعبوا دائما لا التفكير أنه هو متوقع أخطاء فدي برضو بتشغل وتعمل يعني خلل في الجهاز العصبي فلا يعني أنا بعد الراحل اللي أخذها دي وبعدين يعني يمكن الفترة اللي باعتها محمد الشناوي اديتنا برضو رؤية للبودلاء علي لطفي باين بشكل رائع مصطفى شوبير يعني ولد ضكر ومجدع يعني فلا يعني فالحتة دي في النادي الأهلي السؤال اللي حتسألوني بعد كده النادي الأهلي محتاج حارس فأقولك لا أوكي يعني النادي الأهلي خلاص بقى عالم يعني الولاد خدوا فرص علي طبعا من بدري أنه أنا كنت بغضو في المتخبات يعني حارس كبير جدا وحارس على مستوى النادي الأهلي كل واحدة شالها وكان أول مطش دي مش فكر معنى لا لعب لعب مباراة مهمة جدا نقص عالم للندية ولعب أهلي وزمالك يعني ما عندوش مشكلة أوكي ما عندوش مشكلة خالص ومصطفى وحمزة حمزة علاء من الحراس الطلاقين أربع كويسين جدا يعني حضرك شايف أن لا يوجد حارس لا لا يعني حتى لو أنت جبت حارس فهو في المستوى دول يعني لو أنت جبت حارس كبير فهو في المستوى دول يعني مش فارق قوي عنهم يعني فخدوا الفلوس حطا في حتا تاني بالزبط يعني أزاكم ميرشل يعني من ناحية تجارية يعني كتجارية يعني اقصاديا أنت خدها تحط في حتا تاني طيب الأربع حراس مرمى لموجودين أكابتن في النادي الأهلي بما أن حضرتك شايف أن هما يستطيعوا أن هما يشيلوا النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية هل كل واحد فيهم يقدر يعني وبرضو عايز حضرتك تقولي دايما أنا برضو بسمع الكلام ده من حضرتك سواء هنا أو في حتا تانية أن حراسة المرمى دي مشكلة لأنه دايما واحد اللي بيلعب عمر ما التلاتة التانية هيبقوا زي الأولان يا كابتن عمرها ما هتحصل لا مش حكاة يبقوا زي الأولاني حكاة أنه أما أنت بنتحدد منين أن هما كويسين لما خدوا فرص خدوا فرص بنوا أن هما كويسين أما بالنسبة لأنا فنعرفهم يعني أنا عرف دي حاجة تانية لا لا أتكلم عن كابت الناجي أنا بكلم عشان الجمهور لا يعني هما لما خدوا فرص خزلوك لا صراحة لا فإذن هما كويسين تاني حاجة أن أنت عندك كام من البطولات يستوئب أن يكون عندك حارس واثنين وثلاثة أكبر زي مثلا لما كان الشنابي لعب في أفريقيا والنادي لعب كاس عالم بدون اللعبة من أفريقيا لجوم في آخر ماتش أو حاجة زي كده لجوم بعد الماتش المنتجي فلعب عليه ولعب هايل وكسبنا به أما احتاجت المصطفى في 3-4-5 ماتشات في الدورة وراء بعض لعب مصطفى في الخمس ماتشات يعني عنده قرار واحد في خمس مباريات فيعني لأ المنطقة دي في مصر كلها أميز حاجة هات كل الأندية هتلاقي في كل نادي واحد واثنين هايلين فعلا؟ هات لي أي نادي حتى اللي نزله هتلاقي واحد واثنين يعني الجونة مثلا عماد وطارق الاثنين كويسين جدا هل ده لأنه جيه في فترة ومنع؟ لا أنا مش معاك في نادي قبل ما كبر لأن الاحتراف ده كل اللي هيتجزأ ولو شفت أي دوريات في العالم هتلاقي مثلا كل دولة فيها مثلا 10-12 حاس محترفة بس أنا كان من 5-6 سنين يعني لما جيب الأنطوان كان مثل كويس للهراس وتعلموا منه ولا لأ طبعا فأنت لما تجيب جيب النوعية دي لزي بالأنطوان مثلا لكن ما ترحش تجيب واحد يقعد احتياطي صحيح فلا الاحتراف أنا ما أعترفش طب أنت دلوقتي هتدف الدوري بقاله 5-6-7-10 سنين أجنابي تلغي المهاجمين؟ ولا إيه؟ صح دلوقتي بقى فيه مدفعين عالم علوم الراجل كاميروني بتاع فيوتشر بتاع فيوتشر باك المقاولين السير دي باك بتاعهم أهم لعب عندهم هو اللي قاعد المقاولين فلا المسألة مش مسألة المسألة اللي أنا عندي التزامات وعندي نقص في مكان ما تكبرنش إن أنا ما جيبوش لأنه ده احتراف مولا زي أنا الدوري للمصري المحترفين ما تحط ليش بقى شروط يعني أنت حضرتك كمان مع فتح باك الاحتراف للحراس المصري طبعا مليون في المية لمصري يعني طبعا مليون في المية وده مش هيقلل من يعني مثلا الدوري الأسباني فيه 12-13 حرس أجنبي دور الإيطالي ده كل الدوريات يعني كل الدوريات في النهر ده بتفرج على أونانا بيلعب في كان بيلعب توتنهام مع إنتر بيلعب مع إنتر بتاع الكاميرا يعني وبعدين دي بتبقى كمان خبرات بياخدها للحراس اللي بيطلعوا لعبه برة حياة احترافية مختلفة ويرجعوا لي يفيدوا منتخباتهم منتخباتهم طبعا هل من وجهة نظر كابتن أحمد نيجي ما زال محمد الشرناوي والحارس الأول في مصر؟ اه طبعا بمخزون خبرات ومفيش حارس في دايما السؤال ده بسأله لما السؤال ده يتسئلي انت عارف مين حارس التاني بتاع إيطاليا؟ بتاع إيطاليا؟ لا بتاع بلجيكا؟ لا لأنه حارس بيلعب هو اللي بيلعب انت ما صدقت انه حارس بقى عنده خبرات وعدد ساعات لعبة دولية وحارس عنده كراكتر وحارس ما بيخافش وحارس عنده في زل تطور أداء بعض حراس المرمى التانيين ده حلو انه حيفيدك بقى ان انت تبقى عندك متطمن انه لو انت عندك اي مشاكل في أثناء المباراة او في إصابة او في طرد او 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 فعندك المنطقة دي متغطية لكن الحارس الاول ده طول ما هو محافظ على مستواه وماسك نفسه ومشتغل كويس فهو الحارس الاول يعني يعني الحاضر قعد عشرين سنة حارس اول ده لغد الوقت عايز يلعب قادلاتي وقالي كده قالي اللي بقولي الحراس كده اللي مش هيلعب كويس حلعب انا شايفه شايفه كمدرب بحراس مرمى حيبة كويس جدا نسو الله تعلم منك لا هو عنده مش عايز انه هو كان نمر واحد في افريقيا في حراس المرمى وعايز يسعى انه هو يبقى نمر واحد في افريقيا كمدرب فما ليشتغل يعني يقدر يعمل كده على حراس اه اه ولسه يعني تقرب انه هو درب وعنده خمسين سنة بدأ بدري خالص اقولك شاب يعني شاب ايه طيب مش فاهم بس ما شاء الله يعني تمرين بيتمرن زي يعني من كام يوم يعني من شهر او من شهر ونص كده انا هو ايه ده قلت له يابني ايه ده كه انو بي لاب